موسيقى من هنا خرج قرار شن عملية عسكرية جديدة ضد تنظيم القاعدة في العراق فما شهدته بغداد من هجمات في الأيام الماضية وآخرها الهجوم الذي استهدف مجمع السفارات في حي المنصور كان كافيا لاتخاذ القرار أما الغاية المعلنة للعملية الجديدة هي إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين الأمنيين المتوارن عن الأنظر مسرح العملية الجديدة هو مدينة بعقوبة كبرى محافظات ديالة والأقضية المحيطة بها وسيشارك فيها 39 ألف جندي وشرطي سيعملون على تطويق الشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى عزل أحياء المدينة وقطع الطرق المؤدية إليها إلا أن هناك من يرى أن الجهود السابقة التي بذلتها الحكومة العراقية لم تؤتي الثمار المرجوة منها وبقيت القاعدة تنشط في بلاد الرافدين فمن عملية الحل الحذر التي شارك فيها نحو 5000 جندي أمريكي وانتهت بانسحاب الأمريكيين من الفلوجة إلى عملية الفجر التي شارك فيها 20 جندي أمريكي وعراقي في الفلوجة أيضا وصولا إلى القبضة الحديدية والستار الفولاذي في مدينة القائم وليس انتهاء بهجوم النحل في سامراء عقب تفجير مرقدي الإمامين العسكريين كلها كانت عمليات أريد منها كسر شوكة القاعدة ولكن دون جدوى لم تتمكن السلطات العراقية من التصدي للقاعدة بشكل فاعل إلا بعد أن انقلبت بعض العشائر السنية في وسط العراق وغربه على التنظيم بسبب انضمامه إلى ما يسمى بدولة العراق الإسلامية نظمت تلك العشائر مجموعات من مسلح القاعدة الذين لم يروا حرجا في نقل البندقية إلى الكتف الآخر والانضواء تحت لواء من كانوا أعداء الأمس وشكلت ما بات يعرف بمجالس الصحوات بالتعاون مع مجالس الصحوات شنت القوات العراقية والأمريكية عدة عمليات عسكرية ضد القاعدة منها السهم الخارق في ديالا بمشاركة ثمانية ألاف جندي أغلبهم من القوات الأمريكية عملية أم الربيعين في الموصل وشارك فيها ستة وعشرون ألف جندي عراقي وبمساندة أمريكية عملية بشائر الخير في محافظة ديالا أيضا وشارك فيها نحو خمسين ألف عسكري ورغم كبحها جماح تنظيم القاعدة لم تحقق هذه العمليات أهدافها وبدأت الانتقادات تنهال على الصحوات تهم بعض أفرادها بارتكاب أعمال إجرامية تستحق المحاكمة ما أدى إلى اتخاذ قرار حلها وعدم تسديد رواتب أفرادها عادت الأوضاع إلى المربع الأول وانقلب المسلحون على الحكومة ونفذوا عمليات استهدفت أسر مقاتلي الصحوات وقتلوا العشرات من أفرادها لتثبت القاعدة قدرتها على استعادة نشاطها بعد كل حملة وعلى إثارة التساؤل عن مدى نجاح أسلوب العمليات العسكرية في القضاء على هذا التحدي حيدر الخير بي بي سي